بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبنائي طلبة الصف الثاني عشر المسار العلمي والتكنولوجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً واستهلاً بكم في درس جديد من دروس الرياضيات وهو بعنوان رسم منحنيات الدوال وهو الدرس الرابع من الوحدة الثالثة الجزء الثاني أهداف الدرس سوف نتعلم في هذا الفيديو تحديد خطوات رسم منحنيات الدوال وكذلك كيفية رسم منحنة دالة كثيرة الحدود باستعمال الخطوات بداية دعونا نحدد خطوات رسم منحنيات الدوال لرسم منحنة دالة نتبع الخطوات التالية أولاً حدد مجال الدالة مع الامتباه لكل الضوابط مثل تجنب القسمة على صفر أو أخذ الجذر التربيعي أو أي جذر زوجي لعدد سالب أو حساب دالة اللغاريتم للعدد صفر أو لعدد سالب ثانياً حدد المقطع Y إن وجد وذلك بتعويض X equal zero في F of X حدد أيضاً المقطع X من خلال حل المعادلة F of X equal zero إن لم تكن معقدة الخطوة الثالثة الفرع الأول إذا كانت F دالة نسبية ابحث عن خط التقارب الرأسي من خلال البحث عن أصفار مقام الدالة وابحث عن خطوط التقارب الأفقية من خلال البحث عن نهاية الدالة عندما X تقترب من positive or negative infinity فرع B إذا كانت F دالة أسية أوجد خطوط التقارب الأفقية وإذا كانت دالة لغاريتمية أوجد خطوط التقارب الرأسية الخطوة الرابعة أدرس التناظر فإذا كانت F of negative X equals F of X هذا يعني أن الدالة زوجية وأن التمثيل البياني متناظر حول المحور Y أما إذا كانت F of negative X equals negative F of X هذا يعني أن الدالة فردية وأن التمثيل البياني متناظر حول نقطة الأصل الخطوة الخامسة أوجد F prime وحدد القيم الحرجة من خلال حل المعادلة F prime equals zero وأيضا بمعرفة القيم التي تجعل F of X معرفة وF prime للإكس غير موجودة أوجد القيم القصوى وحدد فترات تزايد الدالة وفترات تناقصها الخطوة السادسة أوجد F double prime للإكس حدد نقاط الإنعطاف إن وجدت من خلال حل المعادلة F double prime of X equals zero وأيضا بمعرفة القيم حيث تكون F double prime of X غير موجودة حدد الفترات التي يكون فيها تقعر منحنة الدالة إلى الأعلى أو إلى الأسفل الخطوة السابعة أرسم المقاطع وخطوط التقارب وعين النقاط الحرجة ونقاط الإنعطاف وأي نقطة أخرى نحتاج إليها استفد من التناظر إن وجد الخطوة الثامنة صل بين النقاط بمنحنة سلس مع أخذ التقعر الصحيح بعين الاعتبار ومع تجنب مرور المنحنة بالنقاط التي تكون فيها الدالة غير معرفة الخطوة التاسعة والأخيرة تحقق من رسمك البياني باستعمال الحاسبة البيانية إذا كانت الصورة في الحاسبة مختلفة عن التمثيل البياني الذي رسمته حدد أماكن الاختلاف واستعن بما لديك من معطيات لإيجاد الخطأ لنبدأ أبناء الطلبة بمثال رقم 2 صفحة رقم 186 نص السؤال أرسم منحنة دالة F of X equals 2X power 3 minus 3X power 2 minus 12X plus 1 الحل الخطوة الأولى وهي تحديد مجال الدالة كما تعلمون أبناء الطلبة أن F of X من دوال كثيرات الحدود وأن مجال الدوال كثيرات الحدود هي مجموعة الأعداد الحقيقية R أي أن المجال من negative infinity إلى infinity الخطوة الثانية وهي إيجاد المقطع X والمقطع Y لنجد المقطع Y نضع X equals 0 وبتعويض الرقم 0 في الدالة F of X نجد أن الناتج equals 1 أما بالنسبة للمقطع X هنا نهمل المقطع X لأن هذه المعادلة من الدرجة الثالثة وإيجاد المقطع X يتطلب حل المعادلة F of X equals 0 حيث حل معادلات كهذه أمر يحتاج إلى وقت من دون فائدة كبيرة في رسم المنحنة الخطوة الثالثة وهي خطوط التقارب إهمال أيضا خطوط التقارب لأن الدالة ليست نسبية ولا أسية ولا لغريتمية الخطوة الرابعة وهي دراسة التناظر التناظر حول نحور Y أو حول نقطة الأصل ولمعرفة التناظر نجد أولا F negative X ونلاحظ أبناء الطلبة أن F negative X لا تساوي negative F of X وأيضا F negative X لا تساوي F of X إذن الدالة ليست متناظرة حول نحور Y ولا نقطة الأصل الخطوة الخامسة وهي إيجاد فترات التزايد والتناقص والقيم القصوى من خلال اختبار المشتقة الأولى إذن يلزم الأمر إيجاد المشتقة الأولى F prime of X equals 6X power 2 minus 6X minus 12 equals 0 نحلل المعادلة التربعية تلاحظون أبناء الطلبة وجود الرقم 6 عامل مشترك ما بين الحدود نحلل المعادلة التربعية فنلاحظ أن التحليل هو 6 times X minus 2 times X plus 1 equals 0 إما أن تكون X minus 2 equals 0 أو X plus 1 equals 0 إذن X equals 2 وكذلك X equals negative 1 نجري اختبار المشتقة الأولى لمعرفة فترات التزايد والتناقص نحدد أصفار المشتقة على خط الأعداد negative 1 و 2 ونأخذ نقاط اختبار لكل فترة من الفترات الثلاث لمعرفة إشارة المشتقة الأولى ضمن هذه الفترات وذلك بتعويض كل رقم من هذه الأرقام في المشتقة الأولى فمثلا F prime of negative 2 الناتج 24 أي أن المشتقة الأولى موجبة في هذه الفترة ثم نعوض الرقم 0 في المشتقة الأولى فيكون الناتج negative 12 أي أن إشارة المشتقة الأولى ضمن هذه الفترة سالبة أيضا نعوض الرقم 3 في المشتقة الأولى فيكون الناتج 24 أي أن إشارة المشتقة الأولى ضمن هذه الفترة موجبة وكما نعلم أبناء الطلبة إذا كانت إشارة المشتقة الأولى موجبة فإن منحنة دالة F of X يكون متزايدا في هذه الفترة وإذا كانت إشارة المشتقة الأولى سالبة يكون منحنة دالة متناقص ضمن هذه الفترة وكذلك يكون متزايدا ضمن الفترة الثالثة إذن كما تلاحظون أبناء الطلبة يوجد قيمة عظمى عندما x equals negative 1 القيمة العظمى هي f of negative 1 equals 8 وكذلك يوجد قيمة صغرى عندما x equals 2 القيمة الصغرى هي f of 2 equals negative 19 ولاحظوا أبناء الطلبة أنه لإيجاد الدوقات التي نريد رسمها نستعمل f of x وليس f of brianol x نجد الآن فترات التزايد والتناقص كما هو موضح أمامكم من اختبار المشتقة الأولى أن الدالة f of x متزايدة على الفترة من negative infinity إلى negative 1 ومن 2 إلى infinity والدالة أيضا متناقصة على الفترة من negative 1 إلى 2 الخطوة السادسة وهي إيجاد فترات التقعر ونقاط الانعطاف وكما تعلمون أن نقاط الانعطاف وفترات التقعر نحصل عليها من خلال إيجاد المشتقة الثانية f of brianol x equals 12x minus 6 ونجد أصفار المشتقة من خلال مساواةها بالزيرو إذن 12x minus 6 equals 0 12x equals 6 وبقسم الطرفي المعادلة على الرقم 12 إذن x equals 1 over 2 والآن نجري اختبار المشتقة الثانية لمعرفة فترات التقعر ونقاط الانعطاف نرسم خط الأعداد ونحدد أصفار المشتقة الثانية على خط الأعداد ونأخذ نقاط اختبار لمعرفة إشارة المشتقة الثانية في هذه الفترات نعوض الرقم 0 في المشتقة الثانية يكون الناتج negative 6 أي أن إشارة المشتقة الثانية ضمن هذه الفترة سالبة ونعوض الرقم 1 في المشتقة الثانية الناتج 6 أي أن إشارة المشتقة الثانية ضمن هذه الفترة موجبة والآن إذا كانت إشارة المشتقة الثانية سالبة هذا يعني أن منحنة دالة f of x مقعرا للأسفل ضمن هذه الفترة أما إذا كانت إشارة المشتقة الثانية موجبة هذا يعني أن منحنة دالة f of x مقعرا إلى الأعلى ضمن هذه الفترة ولكتابة فترات التقعر نجد أن الدالة مقعرة إلى الأسفل في الفترة من negative infinity to 1 over 2 والدالة أيضا مقعرة إلى الأعلى في الفترة من 1 over 2 to infinity وكما تشاهدون أبناء الطلبة أن هناك نقطة انعطاف عندما x equals 1 over 2 نقطة الانعطاف هي 1 over 2 و f of 1 over 2 equals 1 over 2 و negative 11 over 2 الخطوة السابعة والثامنة ملخص النتائج والرسم ملخص الرسم البياني في الفترة من negative infinity إلى negative 1 كانت إشارة المشتقة الأولى موجبة وإشارة المشتقة الثانية سالبة إذن الدالة f تكون متزايدة ومقعرة إلى الأسفل في الفترة من negative 1 إلى 1 over 2 كانت إشارة المشتقة الأولى سالبة وكذلك إشارة المشتقة الثانية سالبة الدالة f تكون متناقصة ومقعرة إلى الأسفل في هذه الفترة أما في الفترة من 1 over 2 إلى 2 كانت إشارة المشتقة الأولى سالبة وإشارة المشتقة الثانية موجبة وهذا يعني أن الدالة f متناقصة ومقعرة إلى الأعلى وفي الفترة الأخيرة من 2 إلى infinity كانت إشارة المشتقة الأولى موجبة وإشارة المشتقة الثانية أيضا موجبة إذن الدالة f تكون متزايدة ومقعرة إلى الأعلى هذا شكل الرسم في الفترات الأربعة نقوم برسم تقريبي للدالة وتحديد نقاط الإنعطاف والنقاط التي تكون عندها الدالة قيمة عظمى أو صغرى نقطة الإنعطاف هي 1 over 2 و negative 11 over 2 نقطة القيمة العظمى وهي negative 1 و 8 ونقطة القيمة الصغرى هي 6 negative 19 نصل بخط بين هذه النقاط مع مراعاة التقعر والتزايد والتناقص في الفترة الأولى الدالة f متزايدة ومقعرة إلى الأسفل في الفترة الثانية متناقصة ومقعرة إلى الأسفل في الفترة الثالثة متناقصة ومقعرة إلى الأعلى وفي الفترة الأخيرة متزايدة ومقعرة إلى الأعلى وهذا الرسم البياني من الآلة الحاسبة الرسمة والآن جاء دورك عزيز الطالب للتدريب حاول أن تحل تمرين رقم 5 صفحة 193 نص السؤال أرسم منحنة دالة F of X equals negative X power 3 plus 3 X power 2 plus 9 X minus 10 من فضلك عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك أحسنتم أبناء الطلبة وبارك الله فيكم دعونا الآن نتحقق من صحة حلكم الخطوة الأولى وهي مجال الدالة وكما تعلمون أبناء الطلبة أن هذه الدالة من الدوال كثيرة الحدود وأن مجال الدالة كثيرة الحدود هي مجموعة الأعداد الحقيقية R أي من negative infinity إلى infinity الخطوة الثانية وهي إيجاد المقطع X والمقطع Y نبدأ بالمقطع Y نضع X equals 0 فنلاحظ أبناء الطلبة عند تعويض الرقم 0 في الدالة F of X أن المقطع Y equals 10 أما بالنسبة للمقطع X فنقوم بإهمال المقطع X لأن حل مثل هذه المعادلات من الدرجة الثالثة يحتاج إلى وقت من دون فائدة كبيرة في رسم المنحنة الخطوة الثالثة وهي خطوط التقارب أيضا هنا نقوم بإهمال خطوط التقارب لأن الدالة ليست نسبية ولا أسية ولا لغاريتمية الخطوة الرابعة وهي دراسة التناظر نقوم بإيجاد F negative X ونلاحظ أبناء الطلبة أن F negative X لا تساوي negative F of X وكذلك F negative X لا تساوي F of X إذن الدالة ليست متناظرة حول محور Y ولا نقطة الأصل الخطوة الخامسة وهي إيجاد فترات التزايد والتناقص والقيم القصوى وذلك من خلال اختبار المشتقة الأولى إذن يلزم الأمر إيجاد المشتقة الأولى F prime of X equals negative 3 X power 2 plus 6X plus 9 ونلاحظ عزيز الطالب وجود الرقم negative 3 عامل مشترك ما بين الحدود نخرج العامل المشترك ونحلل المعادلة التربعية negative 3 times X minus 3 times X plus 1 equals 0 ننقل الرقم 1 إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة إذن X equals negative 1 وكذلك ننقل الرقم 3 إلى الطرف الآخر مع تغيير الإشارة إذن X equals 3 نجري اختبار المشتقة الأولى لمعرفة فترات التزايد والتناقص والقيم القصوى نرسم خط الأعداد ونحدد عليه أصفار المشتقة الأولى ونأخذ نقاط اختبار ضمن هذه الفترات الثلاث نعوض نقاط الاختبار في المشتقة الأولى لمعرفة إشارة هذه المشتقة ضمن كل فترة فعند تعويض الرقم negative 2 في المشتقة الأولى الناتج negative 15 إذن إشارة المشتقة الأولى ضمن هذه الفترة سالبة وعند تعويض الرقم 0 في المشتقة الأولى الناتج 9 إذن إشارة المشتقة الأولى ضمن هذه الفترة موجبة وكذلك عند تعويض الرقم 4 في المشتقة الأولى الناتج negative 15 أي أن إشارة المشتقة الأولى ضمن هذه الفترة سالبة وكما تعلمون أبنائي إذا كانت إشارة المشتقة الأولى سالبة فإن منحنة دالة أف يكون متناقصا ضمن هذه الفترة وإذا كانت إشارة المشتقة الأولى موجبة فإن منحنة دالة أف متزايدا ضمن هذه الفترة وأيضا إذا كانت إشارة المشتقة الأولى سالبة يكون منحنة دالة أف متناقصا ضمن هذه الفترة كما تلاحظون أبناء الطلبة أن هناك قيمة عظمى محلية عندما x equals 3 القيمة العظمى المحلية هي f of 3 equals 17 وأيضا هناك قيمة صغرى محلية عندما x equals negative 1 القيمة الصغرى المحلية هي f of negative 1 equals negative 15 أما بالنسبة لفترات التزايد والتناقص نلاحظ أن الدالة متناقصة على الفترة من negative infinity إلى negative 1 ومن 3 إلى infinity وكذلك الدالة متزايدة على الفترة من negative 1 إلى 3 الخطوة السادسة وهي إيجاد فترات التقعر ونقاط الإنعطاف ونحصل عليها من المشتقة الثانية إذن نجد المشتقة الثانية negative 6x plus 6 نجد أصفار المشتقة negative 6x equals negative 6 وبقسمة طرفي المعادلة على الرقم negative 6 إذن x equals 1 نجري اختبار المشتقة الثانية لمعرفة فترات التقعر ونقاط الإنعطاف نرسم خط الأعداد ونحدد عليه أصفار المشتقة الثانية ونأخذ نقاط إختبار ضمن الفترتين الموجودتين أمامنا ونعوض نقاط الإختبار في المشتقة الثانية لمعرفة إشارة المشتقة الثانية فعند تعويض الرقم 0 في المشتقة الثانية نجد أن الناتج 6 أي أن إشارة المشتقة الثانية ضمن هذه الفترة موجبة وأيضاً عند تعويض الرقم 2 في المشتقة الثانية نجد أن الناتج negative 6 أي أن إشارة المشتقة الثانية ضمن هذه الفترة سالبة والآن إذا كانت إشارة المشتقة الثانية موجبة هذا يعني أن منحنة دالة أف يكون مقعراً إلى الأعلى أما إذا كانت إشارة المشتقة الثانية سالبة هذا يعني أن منحنة دالة أف يكون مقعراً إلى الأسفل ولكتابة فترات التقعر الدالة مقعرة إلى الأعلى ضمن الفترة من negative infinity إلى 1 وكذلك الدالة مقعرة إلى الأسفل ضمن الفترة من 1 إلى infinity وكما تلاحظون أبنائي أنه يوجد نقطة انعطاف عندما x equals 1 نقطة الانعطاف هي 1 f of 1 equals 1 1 الخطوة السابعة والثامنة ملخص النتائج والرسم ملخص الرسم البياني من negative infinity إلى negative 1 كانت إشارة المشتقة الأولى سالبة وإشارة المشتقة الثانية موجبة إذن الدالة f متناقصة ومقعرة إلى الأعلى في الفترة من negative 1 إلى 1 كانت إشارة المشتقة الأولى موجبة وإشارة المشتقة الثانية أيضا موجبة إذن أبنائي الدالة f متزايدة ومقعرة إلى الأعلى في الفترة الثالثة من 1 إلى 3 كانت إشارة المشتقة الأولى موجبة وإشارة المشتقة الثانية سالبة إذن الدالة f متزايدة ومقعرة إلى الأسفل ضمن هذه الفترة أما في الفترة الأخيرة من 3 إلى إنفينيتي إشارة المشتقة الأولى سالبة وإشارة المشتقة الثانية سالبة إذن الدالة F متناقصة ومقعرة إلى الأسفل شكل الرسم في هذه الفترات كما ترونه أمامكم والآن نقوم بعمل رسم تقريبي لمنحنة الدالة F النقطة التي يكون عندها الدالة قيمة صغرى محلية هي negative 1 و negative 15 نقطة الانعطاف 1 ونقطة القيمة العظمى المحلية هي 3 و 17 نصل ما بين هذه النقاط مع مراعاة التقعر والتزايد والتناقص في الفترة الأولى مقعرة إلى الأعلى ومتناقصة في الفترة الثانية مقعرة إلى الأعلى ومتزايدة في الفترة الثالثة مقعرة إلى الأسفل ومتزايدة وفي الفترة الأخيرة متناقصة ومقعرة إلى الأسفل وهذا هو الرسم من الآلة الحاسبة الرسمة وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الشرح أشكر لكم حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته